السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد وآخر سنة كانت سنة فقيرة جداً في التابلتس ما في حدا تطلع شيء جديد جدير بالذكر بشكل كبير ما بتلاحظوا أنه في هالحركة الضخمة في سوق التابلتس لأنه نوعاً ما السوق بشكل عام يعني بطل جاع باله تابلتس كثير لأنه التلفونات قاعدة بتكبر بشكل ضخم ولكن مع هيك أنا شخصياً واحد من الناس اللي بظن أنه لسه في حاجة للتابلتس شخصياً عندي تابلت بس تعملها بشكل يومي تقريباً في آخر سنة ونص واللي هي الزت فور تابلت لأنه منكم ما بيعرف ولكن في تابلت بعتوليها هواوي قبل فترة ودي تقريباً أسبوعين ثلاثة سبيع قاعد بجرب فيها اللي هي الميديا باد M2 اللي هي تابلت أول مرة شفتها كانت في CES بداية هاي السنة في لاس فيغس ولكن ما توفرت في الأسواق لحد الآن دسة لا تزال غير متوفرة في كثير من الأسواق حولين العالم وجديد بلشت تظهر في بعض الأسواق مع العلم إنه في IFA اللي صار الشهر الماضي تم إطلاق الجيل اللي بعد هاي ولكن الله أعلم متى هذا الجيل يوصل قد نؤكد المعلومة في فيديو قادم بدون أي تأخير خلينا نعين هالتابلت بداية خلينا نتكلم عن التصميم هواوي نقلت لغة التصميم الخاصة فيها بشكل كامل من الجوالات إلى هالتابلت بحيث أنه بتطلع عليها راح تلاقي إطار بالكامل من المعدن معدن كامل فريم اللي حوالين الجهاز نفسه أو ظاهر الجهاز نفسه بالكامل من المعدن الأمر اللي بيعطيك شعور جدا بريميوم لما تمسك التابلت نفسها وتحسها كيكوك إنه فعلا منتج دو سعر غالي نوعا ما الإطار نفسه اللي حوالين الشاشة مش ضخم جدا وحجمها نوعا ما مطابق لأي تابلت حجمها 10 إنش مسكتها لحد الآن ولكن اللي بفرقه هون هو الوزن فبحكم إنها معدن في إنها هون شوي تقريبا 100 جرام زيادة فوزن هالتابلت هو نصف كيلو واللي كان شوي مشكلة بالنسبة إلي 90% من استخدامي للتابلت هو في السرير قبل النوم بفتح مجموعة مواقع بتصفح تويتر بقرأ مجموعة من المقالات وحط التابلت جنبي فبتكون التابلت في إيدي وبكون أقلب بصفحات بشكل مستمر في منتصف الواجهة أسفل الشاشة راح تلاحظ وجود ما يشابه الزر واللي هو عبارة عن قارئ لبصمة الإصبع ليس زر بإمكانك أنك تضغط عليه ولكن فيه الوظائف جميلة جدا هواوي قدروا يحطوها في الجهاز واللي راح نتكلم عنها لما نوصل للسوفتوير ولكن كسرعة قارئ البصمة جيدة جدا وزر التحكم بالصوت اللي بعلي واللي بنزله عبارة عن قطعة واحدة وتقريبا ملاصقة إلى زر الباور واللي هو بالنسبة إلي شكل لي مشكلة عظيمة جدا بحيث أني تقريبا في كل ليلة كنت أغلط من خمس إلى سبع مرات بإني بدل ما أوطي الصوت أو أعلي الصوت أروح ضغط على الباور وأطفي الشاشة واللي هو أمر كان مزعد جدا بالنسبة إلي التابلت الأخرى اللي استخدمتها زر الباور بيكون مميز من الملمس أو من الشكل بحيث أنه على سوني دائري على سامسونج بيكون خشن ولكن الجزئي له التابلت بتحطم فيها أي شيء ثاني استعملته إن كان جوال أو تابلت هو السماعات ففي هالتابلت هواوي تعاونوا مع هارمون كاردون علشان يقوموا بتزويد هالتابلت بصوت مش طبيعي فهم نتكلم عن أربع سماعات موجودين على زوايا الشاشة أو على الأطراف الجانبية للشاشة من الزوايا الأربعة واللي صوتهم حقيقة شيء بخوف مش بس من ناحية العلي بل من ناحية عمق الصوت نفسه فإذا فيه سبب لليش سموها التابلت الميديا باد فهو موضوع السماعات فللميديا كونسومشن أو لاستهلاك المحتوى الرقمي هاي التابلت خرافي موسيقى موسيقى ولكن علشان تكملها التجربة لازم تكون ايضا الشاشة مميزة وبالنسبة لهي التابلت فوان قليم نتكلم عن شاشة حجمها 10 انش وبدقة شوي اعلى من الفول اتش دي اللي هي 1920 في 1200 بدل 1080 الاعتيادية واللي نوعا ما كانت لا بأس فيها بحيث انه اغلب المحتوى اللي شفتوا عليها ان كان النص وبشكل مكثف النص اللي كنت استخدمه الفيديوهات اللي كنت اتبعها عليها ما كان فرق رزيليوشن كبير جدا ولكن مع هيك قاديم نتكلم عن كثافة بيكسلات في كل انش تساوي 224 واللي هو يعتبر رقم صغير نوعا ما مقارنة بكل التابلت اللي موجودة في سنة 2016 ولكن مع هيك نوعا ما دقة المحتوى اللي بتكون تستعرضه على الشاشة رح تكون مش عاطلة جدا لكن بحكم اني متعود على نوع معين من انواع التابلتس فلاحظت فرق في حرارة الشاشة نفسها وطريق التوليد اللون تاعت الشاشة بحيث انه الشاشة شوي باهتة بدرجة قليلة ولكن بامكانك انك تلعب بالاعدادات الخاصة فيها من ناحية حرارة اللون نفسه تاعت الشاشة علشان تخليها نوعا ما اقرب الى ذوقك ولكن مع هيك ليست بالضبط بنفس قوة الاي بي اس ديس بليز الاخرى وفي حالة وجدت نفسك في صحراء الربع الخالي وما كان في معك اي جهاز تلتقط في صورة الا هالتابلت فهواوي زودته بكاميرا خلفية بقوة 13 ميجابيكسل وكاميرا امامية بقوة 5 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو او لسكايب اما بالنسبة للأداء فهالتابلت بتيجي باصدارين اولهم الاصدار الستاندرد واللي بيجي بذاكرة تخزين داخلية ساعتها 16 جيجابايت بالاضافة لاثنين جيجابايت او اصدار نسخة البريميوم اللي هي موجودة معي حاليا واللي بتيجي بثلاثة جيجابايت بدل اثنين جيجابايت بالاضافة لانه اذا اشتريت البريميوم رح تحصل على هالقلم اللي رح نتكلم عنه كمان شوي ولكن بالنسبة للمعالج فاللي بنتكلم عنه هون اللي هو الكرن 930 اللي هو لا يعتبر اقوى معالجات هواوي اللي موجودة حاليا ولكن بالنسبة لهم يعتبر اقوى معالجات سنة الماضية نوعا ما فهو من الاجهزة القوية نوعا ما بالنسبة لهواوي كمان مر برجع وبكرر بحيث ان لما تطلع على الارقام او الفروقات ما بين سناب دراجون 810 او 820 او الاكسونوس 8890 ففيه فرق كبير نوعا ما ولكن هالكلام في الالعاب ما رح يكون محسوس بشكل كبير بحيث انه اغلب الالعاب رح تكون شغالة بدون مشاكل تذكر في شوية فريمات بسيطة مش رح يتلحق عليها اللعبة النسخة البريميوم اللي انا بس تعملها من 3 جيجرام بالنسبة لي كان اداها بشكل عام جيد بالنسبة لتبديل التطبيقات من ناحية الفتح واغلاق التطبيقات بشكل سريع كانت سلسة بغالب الاحيان ولكن واجهة المستخدم ما كانت مساعدة بشكل كبير فهون قاعدين بنتكلم عن اندرويد 5 اللي هو اللوليبوب ولكنه مزود بواجهة تشغيل الخاصة بهواوي بحيث انه هون تقريبا نقلوا واجهة المستخدم وتجربة واجهة المستخدم اللي موجودة على جوالات هواوي على هاي التابلت بالضبط وكبروا مساحتها لشان سير تغطي شاشة اكبر فهون قاعدين بنتكلم عن نفس نظام القوائم نفس الـ Action Menu اللي بيصير عندك لما تسحب من الاعلى الى الاسفل بحيث انه بيكون عندك منقسم التنبيهات والاختصارات بنفس الاسلوب اللي على الجوالات وايضا في عندك العديد من ميزات جوالات هواوي اللي انتقلت لها التابلت ففي عندك هنا القدرة انك تفتح تطبيقين في نفس الوقت ومن الجميل جدا انك تقدر تفتح يوتيوب وتطبيق اخر فعندك القدرة انك تشغل يوتيوب وفيسبوك يوتيوب وتويتر وتكون مشغل فيديو وتشغل موسيقى وتشغل بغض النظر شو كنت بشغل وتكون شغال على شيء ثاني هالميزة رائعة جدا واستغلتها بشكل كبير اثناء استعمالي لها التابلت اما بالنسبة للزر البصمة اللي تكلمنا عنه في بداية هالفيديو في انه هون ميزة جدا لطيفة هواوي اضافوها عليه هي انك تقدر انك تعمل سوايب على نفس الزر علشان تقدر تفتح اخر التطبيقات اللي انت فاتحها اما بالنسبة للقلم فهون قديم نتكلم عن شيء مطابق بدرجة كبيرة الا اللي بنشوفه باجهزة سامسونج بحث انه هذا الستايلس اللي بيجي مع اصدار البريميوم هو النوع مختلف ليس قلم بلاستيك وفقط بتلمس فيه الشاشة وبتتحرك بل في انه هون ديجي تايزر موجود على نفس الشاشة او تحت البانل اللي بتعرض لك البيكسلات على اساس انها تتفاعل مع هذا القلم فهذا القلم يملك رأس حساسيته اكثر من 2000 نقطة بامكانك انك ترسم عليه او تكتب ملاحظات وتتفاعل مع الملاحظة نفسها او تطبيق الملاحظات الخاص فيهم وكأنك تكتب على ورقة وترسم بدرجات معينة حسب قدش بتشد على رأس القلم نفسه وايضا في عندك على القلم نفسه الزرين واحد فيهم تستخدمه للمسح اذا كنت تمسح ايش كتبت او ايش رسمت او ايش لونت وفي عندك زر اخر بامكانك انك تبرمجه انه يعمل اي شيء بدكيا وهذا القلم يعمل على مبدأ الكهرباء الكهرومغناطيسية الان في اجهزة سامسونج الاقلام كلها الاسبنز اللي موجودة على التابلتس او على الجوالات تشحن عبر انك تدخل القلم نفسه في الجوال ولكن في حالة هاي التابلت ما في عندك مجال انك تحط هالقلم جواه في اي مكان وعشان هيك هواوي زودت القلم نفسه ببطارية منفصلة اللي هي بتيجي مش التريبل اي بل الاكس اربعة اي اللي هي بتكون اصغر لسه من بطارية الريموت كنترول اللي بتشوفها بحيث انه هذا القلم هو اللي يستخدم لتوليد او لمحافظة على الشحنة الكهربائية اللي موجودة فيه علشان تقدر تتفاعل بهذا القلم مع التابلت فلو فكيت البطارية من القلم مش رح تقدر تستخدم القلم هذا مع هاي التابلت لانه الديجيتايزر مش رح يتعرف عليه ولكن برجع بكرر هذا القلم بيجي فقط مع اصدار البريميوم من الميديا باد ام 2 بحيث انه ما بيجي مع الاصدار ستاندرد ابو 2 جيجا بايت رام وال16 جيجا بايت ستوريج هل رح تكون فقدت كثير اذا ما حصلت على هذا الاصدار صدقا خلال الثلاثة سبيع اللي قاعدت هالتابلت فيها عندي استخدمت القلم تقريبا نص يوم فقط هي قاعدت تلعب فيه وشي لطيف صراحة شوية خرابيش لطيفة ولكن القلم ظل موجود جنب سريلي والتابلت هي اللي كنت استعملها القلم ما في مكان انك تحطه في جوة التابلت نفسها والهاوس او الكفر اللي بيجي خاص لهاي التابلت اللي بيكون فيه محل هذا القلم ما ايجاني معها وانا خلقا مش بتاع كفرات بشكل كبير صراحة وما بحب استخدم الكفرات فشوية الموضوع رح يغلب وما رح تكون الفائد العملاقة لاغلب الناس ولكن في بعض المستخدمين اللي قد يحبوا مسألة القلم لانه تجربته شبيهة الى درجة كبيرة باللي موجودة عجزة سامسونج اخيرا وليس اخرا خلينا ننتقل للكلام عن البطارية جهاز الميدياباد M2 مزود ببطارية داخلية غير قابل الازالة ساعتها 6660 مل ام ما بعرف ايش قسطة جماعة مع الستات ولكن بغض النظر هالبطارية حجمها لا يعتبر عملاق جدا ونفس الوقت لا يعتبر صغير جدا بل تعتبر من التابلت المتوسطة من ناحية ساعة البطارية ولكن بالنسبة لأداءها على استخدامي طبيعي اللي هو ما يقارب ساعة الى ساعة ونص كل يوم صمدت معي التابلت ما يقارب الثلاث ايام في كل شحنة بحيث انه كنت اشحنها الى مئة بالمئة افصلها عن الشحن استخدمها كل يوم بدون ما احطها للشحن على استخدامي هذا كانت تعطيني ما يقارب الخمس ساعات الى ست ساعات من السكرين اون تايم على مدة ما يقارب ثلاث ايام واللي هو شي بالنسبة الي بعتبره سيئ شوي بحيث انه مقارنة في التابلت اللي انا بستعملها بشكل يومي لاخر سنة وشوي اللي هي الزد فور تابلت بشحنها ما يقارب السبوع بتركها بدون شحن على استخدامي العادي اللي هو ساعة الى ساعة ونصب اليوم بتصمد معي السبوع كامل بدون ما ارجع اشحنها بحيث انه في ميزة لحط فيها فرق كبير ما بين هالتابلت والتابلت الاخرى اللي انا بستعملها وهي الاندرويد دوز بحيث انه حتى قبل الاندرويد دوز قبل ما احدث تابلت السوني لا الاندرويد ستة كانت ما بتملك هاي الخاصية ولكن لما كنت احط التابلت او ما استعملها لفترة المباشرة الجهاز ما يستهلك اي طاقة اطلاقا كنت اترك التابلت بالليل على ستين بالمية ارجع الصبح اذا نقصت الاجيها تسعة وخمسين بالمية في حالة الامتو تنزل بشكل كبير من خمسة الى عشرة بالمية وحاولت اني اتشيك على التطبيقات اللي شغالي بالباكراوند ولكن اكبر تطبيق كان يسحب اثناء عدم استعمالي لها التابلت هو السيستم فالمسألة مسألة نظام وقد تحل بتحديث بالمستقبل انه الموضوع قد يغير ولكن حاليا على الاصدار اللي موجود عليها شوي بالنسبة الي عمر البطارية ليس بالمستوى المطلوب ولكن رح يمشي معك اذا انت من الناس اللي بيحط التابلت في الشاحن كل يوم وصلى الله وبارك سعر التابلت ما يقارب لخمسمائة دولار خمسمائة وخمسين ولكنها غير متوفرة في كل البلدان فلازم تكلم وكيل هواوي في بلدك علشان تتأكد من سعرها عندك وقديش اذا انها موجودة او لا رح اترك روابط في صندوق الوصف لأسعار الميديا باد امتو العادية وليس البريميوم رح يكونوا موجودين بالاسفل بإمكانك انك تتحقق من اسعارها ومن توفرها في بلدك هذا كان كل اشي لهالفيديو ان شاء الله يكون فيديو ممتوع ومفيد كما معكم صلاح حامد في امان الله